اهلا بكم عزيزي المشاهدين خدنا فيه فيديوهات سابقة كيفية الحصول على اكثر من جهد طيار متردد من الطيار الـ 220 فولت لو عايز طيار 180 أو عايز طيار 150 أو 120 وفيديوهات اخرى عن كيفية تشغيل الاجهزة التي تعمل على 110 فولت من خلال طيار 220 فولت يعني لو عندك جهاز جاي لك من امريكا 110 فولت ازاي تشغاله على الطيار اللي عندك في البيت 220 فولت دي فيديوهات هسيب لكم روابط لها في الديسكريبشن وهتظهر معكم في اخر الفيديو ولكن النهاردة موضوع مهم جدا وموضوع مختلف وهو كيفية رفع الجهد لو جهد الشبكة الـ 220 عندك ضعيف اقل من الـ 200 فولت ازاي ترفعه لـ 220 وممكن 230 فولت ده موضوع فيديو النهاردة اتمنى عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفنا وتفعيل زر الجرس ونشوفكم بعد الفاصل قلنا الناس اللي عندها تيار ضعيف تيار 220 فولت بيصل للاجهزة 180 فولت او 200 فولت او احيانا 150 فولت ازاي نرفع الجهد بطريقة بسيطة بدون اي دوائر الكترونية كل اللي هنحتاجه النهاردة ده محول 220 لأي جهد ممكن 12 ممكن 24 ممكن 36 كل ده هيمشي معنا انت محتاج ترفع الجهد بأي قيمة يعني عندك اطيار 180 فولت محتاج ترفعه لمثلا 200 فولت هيكون افضل بالنسبة لاجهزة عن 180 لو عندك 150 وهترفعه المية وتمانين المية وتمانين هتكون افضل بالتأكيد من المية وخمسين لو عندك اطيار 200 فولت وهحابب ترفعه لمثلين وتلاتين هيكون افضل ده من خلال محول واحد فقط كل ما تزيد القدرة بتاعته كل ما هيكون افضل وما يسخنش ويديلك امبير اعلى المحول اللي معنا النهاردة 100 واط بـ 12 0 12 يعني لو لغينا الطرف الاسود ده هيكون معنا هنا 24 فولت تعالوا مع بعض نشرح نقطة نظري عشان ما تقعش في خطأ اثناء التجربة المحول الرمز بتاعه زي ما تعودنا ملف ابتدائي ده ملف برايمري ماشي وهنا قلب حديدي مع الزول عن الطرف التاني اللي هو الملف الثانوي ساكندري تمام كده طيب الملف الابتدائي بنوصله بيه الطيار اللي هو مثلا 220 فولت اللي هيكون عندك مثلا 200 فولت او اقل مش موضوعنا كده لما نوصل كده لما نوصل وعندنا 24 فولت على الملف الثانوي طيار متردد طيب بنوصل لبالنا احيانا نلاقي فيه الرسم التخطيطي للمحولات نقطة هنا واحيانا نلاقي نقطة هنا او نقطة هنا النقطة دي معناها اتجاه اللفات او اتجاه الطور الموجي لو قلنا انه على الطرف الثانوي هنا الموجة بالشكل ده موجبة ثم سالبة ده شكل الطور الموجي في الملف الابتدائي طيب هنا العلامة هنا فوق هنا تحت اذا على الثانوي هيكون الوضع معكوس ماشي وضع معكوس الموجة الاولى هنا فوق هنا هتكون تحت طبعا مع اختلاف الجهود هنا 222 هنا 24 يبقى الطور الموجي هيكون معكوس الموجة الاولى نصف الموجة الاولى سالب والنصف التاني موجب اذا عرفنا معنى العلامة دي لما يكون العلامة هنا زي هنا هيكون الطور الموجي هنا هو الطور الموجي هنا طيب ليه بنشرح الموضوع ده واحنا بنتكلم عن الجهود ومفروض الموضوع ده ما يهمناش اطلاقا لان احنا هنوصل طيار 220 فولت بطيار الاوت بولت هنوصل طيار 220 فولت الملف ابتدائي مع طيار الملف وجهد الملف الثانوي طيب هنوصلهم ازاي لو افترضنا ان احنا وصلنا الشكل ده لو هنا موجب وهنا سالب عارفين ان هنا هيكون موجب العكس وهنا السالب هنا الموجب فوق يبقى هنا الموجب هيكون تحت ليه؟ اتجاه اللفات متعكس طيب نتوقع ايه لا هيحصل دلوقتي تعالى نشوف مع بعض كده مخطط هنا الموجب وهنا السالب مع الموجب يعني توالي وصلنا توالي طيب لما نيجي ناخد الطرف ده والطرف ده مع بعض هنا موجب وسالب الموجب 220 فولت هنا 220 فولت ماشي؟ طيب عندك هنا الطرف ده سالب ل 24 فولت احنا بنقيس على الطرفين دول وهم دول الطرفين اللي هنشغل عليهم الحمل طيب اذا احنا هنشغل الحمل على كم فولت؟ سالب 24 وموجب 220 اذا المحصلة هي الجهد من النقطة دي للنقطة دي دي قيمتها كام؟ هنجمع 220 فولت على 24 فولت حد يقول لي ازاي هنجمع سالب 24 مع 220 فولت؟ ده المفروض هيطلع بالسالب احنا بنجمع فر الجهد ما بنجمعش الجمع رياضي حاليا ما بنجمعش الجمع رياضي احنا دلوقتي عندنا موجب وسالب السالب موصلينه مع الموجب وخدنا طرف سالب وطرف موجب بالزبط زي توصيل البطاريات لو عندنا بطارية 220 فولت هنا موجب وهنا سالب وصلناها مع بطارية تانية 24 فولت هنا موجب وهنا سالب وهنقيس الطرف ده وهنقيس الطرف ده ما نفعش اقول هنطرح ال 24 من 220 احنا كده موصلين سالب مع موجب اذا ما هنجمع لان بنغض فرق الجهد المطلق هنا فرق الجهد المطلق يبقى هنجمع الجهود مش هنطرح فرق الجهد تمام يبقى هنقول هنا 24 هتخرج معانا 244 فولت حصلنا عليها من 220 فولت طيب حد يقولي لو النقطة دي العكس هنا اذا هنا هيكون موجب زي هنا وهنا هيكون سالب وبالتالي وصلنا السالب بالسالب يبقى هنا فرق الجهد 220 وهنا فرق الجهد هيبقى بالشكل ده فرق الجهد المطلق هو المسافة دي طيب فرق الجهد المطلق ده هنا عبارة عن 24 وهنا 220 اذا هنطرح ال 220 هنطرح منها 24 هتدينا 696 فولت اذا لو عكسنا الاطراف ووصلنا موجب سالب بسالب يبقى هنطرح ال 24 من ال 224 يطلع معانا 196 فولت طيب هنعرف ازاي اتجاه الطور الموجي ده هنعرفه بالتجربة هتمنى نكون فهمنا الجزء النظري ده عشان نقدر نطبق عملي ونكون فاهمين احنا بنعمل ايه هنشوف مع بعض دلوقتي العملي وهنشوف ازاي هنحصل على طيار اعلى من طيار الشبكة ده المحول موصل به طرفين 220 فولت طبعا انا هجرب بدون سيريا لان السيريا بتخفض الطيار وبالتالي هيبقى فيه دروب في الفولت ونخلي بالنا طبعا تعليمات السلامة طرفين 220 فولت وطرفين القوت بوت طبعا هنلغي الطرف ده لان احنا عايزين اعلى جهد فنستخدم ال 24 طيب محتاجين كابل اللي هنوصل به الاطراف هنوصل اي طرف من طرفين الميتين وعشرين مع اي طرف من طرفين الخارج او الاوتبوت او الملف الثانوي حد يقول لي هيحدث شورت قلنا مش هيحدث شورت لان الملفات معزولة عن بعضها واحنا بنوصل طرف واحد فقط لو وصلنا الطرفين يحدث شورت يعني لو وصلنا الطرفين دول ووصلنا الطرفين دول كده يحدث شورت انما احنا موصلين طرف واحد فقط طيب وهنقيس الطرفين التانيين ادي طرف ميتين وعشرين هنقيسه والطرف التاني تمام كده؟ وهنشغل اغوميتر وهنشغل الباور تمام 250 فولت تعالوا نشوف الجهد الطبيعي بتاعنا كم؟ ده جهد الشبكة 225 فولت جهد الشبكة هنجمع عليهم 24 فولت خرج معنا كم؟ 255 فولت او 253 فولت يعني في حدود 27 فولت اتجمعت على جهد الشبكة طيب تعالوا نجرب مع بعض لو هي طبعا بالصدفة ان الاتجاه الموجي مظبوط طيب تعالوا نعكس هنوصل للطرف المتين وعشرين ده او للطرف الملف اللي بتلاقي ده مع الطرف التاني من الملف الثانوي نشوف كده ونقيس الجهد مية تمانية وتسعين من متين خمسة وعشرين فولت اذا طرحنا 27 فولت في الحالة الاولى جمعنا 27 فولت اللي هو جهد اوت بوت المحول في الحالة دي لما عكسنا الطول الموجي. طرحنا الاوتبوت من جهد الشبكة. اذا كده حصلنا على طيار اقل من طيار الشبكة بقيمة الاوتبوت. وفي الحالة الاولى حصلنا على طيار اعلى من طيار الشبكة بقيمة الاوتبوت. طب تعالوا نجرب كده الحالة دي. طبعا احنا دلوقتي قلنا الحملة هتوصل بالطرفين التانين. الطرفين اللي موصلين ببعض. دولة خلاص كده توالي زي بالزبط بطريتين موصلين توالي هنوصل الطرفين التانين معا هنا طرف الطرف ده لموصل بالافو میتر والطرف التاني ده كده الجهد المنخفض مية سبعة وتسعين فولت طبعا الهبوط في الجهد لا يذكر يعني تقريبا مفيش هبوط في الجهد مية سبعة وتسعين مية سبعة وتسعين زي ما هو تمام اذا طرقتنا بتحافظ على الطيارة الطيارة بتاعها بقيمة الواط بتاع المحول المحول مية واط ودي لمبة اربعين واط طب تعالوا نجرب على الجهد المرتفع هنبدل التوصلات نوصل الملف اللي بتلاقي بالطرف التاني ده ونقيس من الاتجاه التاني بالشكل ده دول الطرفين اللي قوت بوت اللي معاه اللي قفو میتر تعالوا نجرب كده الجهد الميتين خمسة وعشرين اصبح متين خمسة وخمسين فولت هنشوف هنا طبعا واضح هفيش اي انخفاض في الجهد متين تلاتة وخمسين متين اربعة وخمسين ده طبيعي بسبب الاسلاك متين تلاتة وخمسين متين تلاتة وخمسين ازا الطيار قوي يقدر يشغل اي جهاز طيب حد يقول اللمبة دي اربعين واط احنا عايزين نشوف اعلى قدرة ليه المحول اعلى قدرة المحول اللي هي الميت واط طيب برضو معانا لمبة ميت واط اهي فتيل لمبة تقيلة وهنجرب ونشوف هنا معانا الجهد متين اربعة وخمسين ليه متين اتنين وخمسين وهنشوف ادي طرفين الحمل طرف وايه دي الطرف التاني ميتين وخمسين فولت ميتين اربعة وخمسين فولت طبعا ملحوظة اللمبة دي عند الميتين وعشرين فولت ميت واط ولكن الجهد ارتفع وبالتالي الواط هيكون ارتفع يعني هي في حدود مية وعشرين واط حاليا على الميتين وخمسين فولت هتكون مية وعشرين واط اذا بنسحب مية وعشرين واط حاليا والهبوط في الجهد لا يذكر ميتين وخمسين فولت من ميتين تلاتة وخمسين او اتنين وخمسين يعتبر مفيش هبوط في الجهد ناخد لابدنا من النقطة دي اي جهاز يعمل على جهد اعلى من الجهد بتاعه هيسحب واط اعلى تمام اذا شغلنا بطرقتنا مية وعشرين واط على محاول ميت واط وبالتالي لو عندك محاول تلتميت واط اكبر من ده بقليل تقدر تشغل بيه تلاجة قدرة تلتميت واط وطبعا الطيار ساين ويف او موجة جايبية نقية مفيش اي مشاكل فيه وتكلفته بسيطة جدا ممكن يكون موجودة عندك في اي اخر ده المحاولات دي اتمنى يكون كل اصدقائنا اللي عندهم مشكلة فيه جهد الشبكة او ضعف جهد الشبكة يكونوا استفادوا النهاردة من موضوعنا ويكونوا فيهم الفكرة طبعا حزاري من حدوث شورت على الطيار الميتين وعشرين فولت او اي صعق لقدر الله نقود لبالنا ممكن نشتغل بجلافزات نشتغل برامبات سرية الاول لغاية ما نختبر التور الموجي كل الكلام ده طبعا ربنا يحفظكم جميعا ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله متنسوش دعم الفيديو بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ونقول لكم سلام اشتركوا في القناة